السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود والعود أحمده نعود من جديد لنواصل فاصل ونواصل إذن كما قلت بالنسبة للنظام الأساسي الجديد سيتم الحفاظ على بعض المكتسبات التي كانت في النظام الأساسي القديم ديال 2003 اللي تم نسخه بالنظام الأساسي الجديد ديال 2022 إذن الأفواج اللي كانت جد متضررة كضحايا النظامي أو ضحايا الاختلالة ديال الأنظمة الجائرة وعلى رقصين النظام الأساسي الثلاثة وثلاثة وثمانين هم الأفواج ديال ثلاثة ديال ثمانينات أفواج ديال ثمانينات اللي كانوا توضفوا بالباكالوريا وتعينوا بالثامن من ثماني إلى ثلاثة وثماني لأنهم بكل بساطة في 1995 كان خاصهم يتعينوا في التاسع 2001 كان خاصهم يدوذل العاشر لأنه كانت ترقية استثنائية من 2000 وجوش من 2030 وجوش هم تحايلوا جاءوا فقط مني بدوتي اعتمدوا يعني التعين بالسلم التاسع على أساس الباكالوريا والتي عندها الكيفالون ديالها هو التاسع استدركوا فقط الأفواج ديال ثلاثة وتسعين أربعة وتسعين لأنه انتهموا عندهم الباكالوريا عندهم ستات شهر ولا عام ونصف في السلم التامين ورغم ذلك عينوهم في السلم التاسع في في 1995 وجاءوا تاني في 2014 وداروا المادة 115 مكررة ست مرات وقال لك باش ما يضيعوش خاصنا نعطوهم سنوات أقدمية الاعتبارية ديت المدة الفاصلة تغطي المدة الفاصلة أو تعوضهم عن المدة الفاصلة بين التاريخ التعين وتاريخ التعين في التامين وتاريخ التعين في التاسع وتغطي التعوني بلو بحالة رغمت yogوريا بش يلون غير محتاث بينهم كأنه لأفواجي الثلاثة وتسعية رغمت العام وibi دارها من 2013 يعني راذ الله على التاسع من 1993 والأفواج ديال السinese و Yو الأم gamerskin monitorinde Tamaki 9 من 1994 لأنهم استغالية من ماد응 يومي mencionى 15 분يال الأقدامية العامة أب fascinata المد bana 15 لست وصل تحتي وردسة مثلها هذا ، يعمل ti مدة باش يجنبوهم باش ميستفدوش باش ميدخلوهم مش كان ضحايا النظامين في المرسوم جوز 17504 لانهم بما انهم راهم يعني تعيينوا التعيين الاول بالتامن فتهم ضحايا النظامين وكان من المفروض انهم يستفدوا بتاوما من السنوات الاعتبارية اللي جاء بعمل مرسوم جوز 17504 وهذا حيفون في حقية نقوله الواضح الحقيقة اللي كينا بايدون للحمول بريقية كينا دور 120 ونفرقه الرمان ان شاء الله من بعد كي نصى راحة راحة وغادي ندوز لدوك الكنينة مشي كنينة مرامة تاوما غادي نحضر عليكم شوية لك اللي هدوك خرجوا من الباب دخلوا اللي بغاو يرجعوا من نافذة سامع بالموسا ما غادي نخلوكم مش ترجعوا من نافذة طرقبت لكم الورقة وخرجوكم مع البيب فما غايم كرش لكم ترجعوا من نافذة وغادي نقول لنا هدو فكروني فيه النافذة دوك اللي مشاو بغيني ديروا وقفة المبكى وقفة المبكى وقفة المبكى أو يعني اعتصام المبكى يا الله مشي مشكلة قلنا بأن الأفواج دي لثمانينات هذي قلت لك باش داروا 33-94 عفوا علاش دخلوا غير 33-94 لأنهم عارفين أنهم وقفة يدخلوه 95 راما غايتستفدوش من ترقيه السيطنائي أنهم هما اللي كان كان داك شي دي من تيكونوا داك المسائيل دي لهم تيحسبوها داك شي على حسب سيولة المالية وضايع الحقوق ما تيهمهمش لأنه كون دخلوا الأفواج دي ثلاثة وثمانين ثلاثة وثمانين ثلاثة وثمانين واحدة وثمانين ثمانين إلى غاية ثلاثة وثمانين هذو كون دخلوهم في خمسة وتسعين لتاسع ألفين وواحد غايكون عندهم مسيدي خمسة عشر لستة هتكون عندهم أقدامية العامة دي خمسة عشر سانة أقدامية عامة وعندهم ستاد سنين بتاسع إذا غايستابدوا من الشرط دي خمسة عشر لستة وبما أنها كانت ترقية استثنائية ما غايخضعوش الكوطة وغايزوزو ترقائيا إن سلم العاشر حسبوها لأنه كيف يعقل واحد أستاد أو معلم سابق يعني عنده اطناعشر سانة في السلم تامين وعنده الباكاروية الشرط الأساسي علاش علاش يعني آآ 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 عيّنوا الأفواج تلاتة وتساعين ربعة وتسعين في السلم التاسع في خمسة وتسعين الشرط الأساسي هو أن الباكاروية علاشها عتمده إذا الأفواج من تماني يستوى معين كلهم عندهم الباكاروية عندك الباكارورية وآخر واحد كان لديه اطناعشر سانة في الثامين في عشرة سنين شرط النظام ولا يؤيّنوا في السلام التاسع في خمسة وتسعين هذا الشألة جاء ومودر وطرقية استثنائية وكانت قد بدها من ستا وتسعين ما جاءتها لله في الله يعني باش يتسركوا هالأفواج كيفاش وقينين مثلا الأفواج لخمسة وتسعين ديال ألفين عفوا ديال ثمانين اللي توضفوا في الثمانين بالبق رأى في ألف وتسعين عنده خمسة عشر سنة في التان ولا يعينوا في التاسع في خمسة وتسعين ويبقى يدوز بسبعة عشر سنة في ألفين وسبعة وقلي عنده اتناشر سنة في سلم التامين عنده كتار من الشرط النظامي الشرط النظامي بناه عشر من سنة لم يدوز من التانة عندك اتناشر سنة فايت شرط النظامي بسنتين ولينا بديchosين بربعة عشر سنة يعني فيتين الشرط النظامي بربعات سنين يعني تنتساءoral ربعات سنين اللي كانت خصصة تعطينا بالمددة مpol individually هذيك المددة مفضل هذيك المددة مول dågood cur في النظام الأساسي في 2003. رأي جاءت من أجنب باش تعوضنا على هذا الشيء اللي سرقه منه. إذا نحن كانت عارفين غد تكون عدنا الأقدامية العامة. وغا يكون عدنا يعني ست سنوات غادي نكملوها في 2001 ولا في 2000 وجوج قاع يكملوها. إذا الترقية السثنائية رأي ما غدت توقفت الوحد وثلاثين وطنعاش هل في نوجوج. إذا سنستفدهم ترقية السثنائية وندوزوا للعاشر. دار رأي من يجبوا وداروا المادة مياء وطنعاش وداروا السلم التاسع في التورة إنقراض رأي ما داروش غير هبا أن منطورة. داروا الآن الأفواج. ولكن الاختلال اللي داروه أنه مدخلوا معاهم واحدين أخرين. اللي ديزين ربعات المرات ثلاثات المرات ولي مرتين. واللي عندهم الأقدامية العامة مكتر منا. وحنا مرقين غامرة وحدة. ووقعنا في هدى السوف وكان خاصنا أصلا دوزوا للعاشر في الفين واحد ولا الفين وجوج. وخاصنا على الأقل يعني في الفين وثلاثة يرتبوا لنا لأننا على السيول المالية اللي تتحجوا بها بغوا يدوزونها خلالها أربع سنوات. ولا وديرين في ناركوطة. واللي قدم منا ومرقين ثلاثة المرات. ولا هذك المادة مية وطنعش اللي تعنيهم. ولو هما اللي مرقين غير بست سنوات. ولو هما اللي بعد ست سنوات الثانية في العاشر سرق لك المنصب المالي ديالك وداز العاشر وبعد ست سنوات يتقاعد بعد الفين وطنعش ويردوه ضاحية بعد ما كان تقول ضاحية الزنزان العاشرة ولو ردينه ضاحية النظامين ويعطوه أربع سنوات أخرى ويرقوه للمرة الرابعة أو الخامسة. هذو ما اللي خاص يتم انصاف ديالهم. هذك الشي علاش قال رئيس الحكومة على غيباراسيون ديزان جيستيس. يعني إصلاح الأعطاب لجاء أتبع المراسم الجائرة. التراكمية المسترسلة اللي كانت يعني متتبعة للخطوات ديالنا ولمسار المياني ديالنا خلال المسار المياني ديالنا. وكانت تتعذف بحقنا وتقوم بالإقساء ديالنا وبين السلب ديالنا للحقوق ديالنا. تنقل المتقاعدين احنا بالتاسع وهو ما هي سارقين طرقية ديالنا ومرقيين ربعات المرات ويزيدوهم الخامسة ومرقيين بست سنوات من التاسع العاشر ويعطوه ثاني ست سنوات العاشر لحظة عاشر يدوز بالست سنوات. إذن علاش ثلاثة وتسعين فقط لي دخلوا. دخلوا ثلاثة وتسعين ربعات وتسعين. عارفينه أصلا. أصلا. وخافي ألف وواحد والألف وجوج غدي يستوفو ست سنوات في السلم التاسع. أنه امر ما عندهش ينون في السلم التاسع في خمسة وتسعين. إذن ألفين وعشرة ليستوفو الشرط من النظام. آآ الشرط آآ خمسة عشر سنة أقدامية عام. اللي تقيدوا بالتمديد. تلتمديد تاني ديال المادة ميوتناش. ترخيص التاني. ولكن للأسف الشديد. هادوك اللي سارقوا لنا احنا الترقية في الفين وثلاثة الشرط� تبريد الفين وربع. هادوك اللي سارقوا لهم الترقية في الفين وعشرة وهو اللي احنا تقادل في الفين وعشرة واختاني ديال الحادي عشر بست سنوات. غادين واسارقوا ويرضوهم ضحايا. الجيني والجلاد يصبحوا ضحية. والضحية يصبحوا جلاد ومقسية. الحقوق. الحقوق بالواجبات. هذه الحقوق هذه هي تكافؤ الفرص هذه هي التسوية العادي له الظلم وظلمات يوم القيام هذاك شيء لماذا قلت لك دخلوا غير ثلاثة وتسعية وتسعية وتسعين ما كانوا مغا تدخلوا مش تابهوا ماى التاسع في الفين في خمسة وتسعين وخلوا هما دازلوا على سبعتعشر سانة على سبعتعشر سانة لدازل السلم العاشر هدو هما اللي يتأخروا هاد الأفواج 93, 94, 95 والأفواج للثمانينات اللي مستفدوش من المادة 112, ضحايا المادة 112, هدو هما اللي ضحايا لذري الانظيمة الجائرة 85 2003 خصاً دي 2003 لأن 85 اللي تضروا منه هما الأفواج من 80 إلى 86 لأنهم تقساوا من السلم التاسع ما تتعينوش فيه في 95 93, 94 تعينوا في السلم التاسع من 95 أتشارك كل شيء القاسم المشترك رهو الباكالوريا لأن الباكالوريا لأن السلم التاسع يبتتعين من 95 إذن القانون المساواة ترى لا يقبل التجزيئ عنده الباكالوريا ودخلته للتاسع في 95 أي واحد عنده الباكالوريا 95 من حقه يدوز للتاسع إذن هذه من بين الأعطاب التي يجب تصحيحها الآن وسيتم تصحيحها بإذن الله لأن رئيس الحكومة قال لك لغير طاغة سيون دي زين جيستيس والسيسة كبين موسراتي يدير حصر يعني حصر ضحايا اختلالات المراسيم السابقة كلها من 95 من 85 و95 و2023 و2011 و2019 كلهم نقولهم لك أفوان إذن الأفواج دي الثمانينات باك تعيين بالثامن لما استفدوش من المادة 112 وفي مقدماتهم لتقاعدوا بالسلام التاسع لأن هذه اللوائح ديها لهم صادرة بالترقية ديها لهم هذا ما خاصهم لأنه لنهار لجوز هذا ترقية مباشرة وسيكون الترقية ديها لهم بالممثلة لأن السلام التاسع إلى الترقية من التاسع إلى العاشر بدون حصيس أن السلام التاسع يتم التعيين في السلام العاشر كما داروا دركا في الصحاق دركا من داروا في الصحاق لا متقاعدين ولا مزاولين السلام التاسع في طورة الانقراض إذن يعين مباشرا في السلام العاشر لغاية رقاهم من العاشر إلى 11 تمنح لهم سنوات أقدم الاعتبارية بين 3 سنين و 5 سنين لغاية رقاهم من السلام 11 الأوريشيل تمنح لهم سنوات اعتبارية بين 3 سنين و 5 سنين إذن كما قلت أن الطرقية من 11 الأوريشيل تمنح سنوات الأقدم الاعتبارية 3 و 5 أما التعيين من 9 إلى 10 يتم تعيينه تعيينه وليس بمنح سنوات الاعتبارية إذن الأفواج هذه تمانينات أفواج 93 و 90 4 و 90 95 96 إلى آخره في النظام الأساسي الجديد سيتم متفعيل المادة أعلى ما قلت أنا عامين هذه الأفواج 95 و خريج سلن 9 و 10 سيطرق باعتماد المادة 112 أي يستفيدون من الشرط 15 إلى 6 لكي يدوز من 9 إلى 10 إلى 11 لماذا؟ لأنهم لم يستفيدون من المادة 112 ستقول لي كيف و هم تقيدون في 2010 من المادة 112 في أعلان في 2010 تقيدون من المادة 112 و هناك 15 سنة قدامية عامة 15 سنة لذلك الساعة ومدازو على 17 سنة في حين أنه باش تستفيد باش تقول لي يستفيدون من المادة 112 أخذك تدوز فقط ب 6 سنوات من التاسع إلى العاشر وبالتالي في أي واحد ما ترقاش من التاسع إلى العاشر ب 6 سنوات فقط فيجب إنصافه هذا حق لأنه لا يعقل وحدي جاءوا غاما ورانا ومرقين ربعات المرات والثلاثة وزادوا الرابعة والربعة وزادوا الخامسة ومستفيد من المادة 112 وتزيد ثاني وتعطيه المادة 115 ووحدين اللي ما مستفدينش من المادة 112 دايز ب 17 سنة را مستفيدش باش دايز من التاسع العاشر دايز ب 17 سنة وبقي اللي حد الآن يلا مرقيين مرة واحدة مرة واحدة لدرنا 95 للآن 95 لآن رات 27 سنة يلا مرقي مرة واحدة اطراليون بحال نحن في 2003 من الدار السلم التاسع في طور النين القيراد كون خاصنا نحن لنترقاو من التاسع للعاشر نحن لدار السلم التاسع من الأجنى نحن لتمانينات باش نترقاو فقط بست سنوات وعطونا الترقية استيثنائية والاستيثناء الترقية استيثنائية ورغم ذلك قاعدنا بالسلم التاسع لأنهم داروا فينا القوطة وخط قاعدنا الان الاستثناء هو ديال ضحايا الزنزانة العاشرة هو اللي غادي يدار في طور الانقاراد في هاد النظام الاساسي الجديد لان كما قلت لكم كل نظام اساسي جديد تدار سلم في طور الانقاراد. اما هادو اللي ترقاوا بالمرسوم جولس ساعة عش خمس بيه واربعه لمرقين تاتة المرات لا ربعة المرات وزادوهم الرابعة وزادوهم الخامسة هادو غذلت وما كان شف من حقهم يترقاو. لهما ولا الافواج جديد ربعه وستمية ليكانوا مرتابين بالسلم التاسعة اخر ريز السلم التاسع لالافواج هذين و ثلاثة ألفين و اطناعش و الفين و اطلعت عش هادوه هو الاخداء الطرقية ليال الافواج لتقاعدو من الفين و ثلاثة ألفين و أربعة وا schon lk. كانوا تقايدو بالمدى موا توائش و خرجت المواقع باشي ترقاو اكثر من ثلاثة سنين و دائروا في الكوطة وباقين وتقاعدوا بالتاسع وبقاهم جمدين لو اهديا لهم واخفوا على السيد الوزير حتى اوصلنا له الحقيقة وتبين واعترف اعترافا صريحا والحمد لله. اذا افواج الان تاتة وتسعين اربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين. وما عليش غادي الدار دابا السلم السلم العاشر بتوراين القيراد. وغايدوزو بخمسة عشر على ستة. خمسة عشر على ستة بشي سرعو واتيرة الترقي. عابشي سرعو واتيرة الترقي. بشي سرعو واتيرة الترقي ديلا ديلا يعني من العاشر لحادي عاشر. ونفس الشي بالنسبة بالنسبة لهال اللي غادي دوزو من الهضاعش للأور الشيل. غادي دعطاهم تاومايا خصوص غادي دعطاهم سنوات اعتبارية. وغادي يخضعوا كل شي هذا غادي خضعوا لي كل شي اللي بقي مزاول. وخايد تقيد في جدا والترقي السنوية غادي خضع للحاصي السنوي. اللي تحدد الان في ستة وثلاثين اللي خرجه تيت بالجعوبة يقول لك را. الزيادة في الدام تطلع مرة واحدة ثلاثين في الميان. وذي ثلاثة في الميان. الزيادة في الدام تناظروا على هاتني في فيديو آخر لديش. يدير تعويضات العائلية هاك. كامو فلاج اللي في بو يدير. اذا رجعوا لهذا اللي امقاش هنفوتوش عشرين تن رجعوا لي هالمرة. اذا هذا الشي اللي غادي يكون الثمانينات. واي واحد ممرقيش قلت بخمسة عشر لستة لانا كيني الافواج لثمانينات كيني اللي في الفين وثلاثة تقيد. وبقاوة تسرقوا لي في ترقية دياله بالاقدمية العامة هادو اللي ذرك يا رقوة من الهداش. بقاوة تسرقوا لي في المنصب المالي من الفين وثلاثة لالفين وثسعود هم تسرقوا لي في المنصب المالي. وما دازت الالفين وعشرة لديز السلم العاشر. في حين أنه كان خاصه في 2003 أي دوز العاشر بست سنوات وطبقه في القوطة نقوله بقي مزاويل ولكن رأي الترخيص الأول قال لك ترخيص ستنائية بترخيص ستنائي في حدود أربع سنوات يعني 2003 2007 خاصه يكون ديز أوتوماتيك مو للسلم العاشر بمفعول مادي وخرجت فعلا اللوائح في 2007 ديال الجميع المترقين مترقون إلى السلم العاشر بالمادة 112 ترخيص الأول غيئ وجمدوا هاد اللوائح ودرقوها والاعتماد المالي ديالهم دوزوا بي اللي تقع الصحاب الإيجاز وقالها المرحوم الوفاء رحمة الله عليه واللي تقعدوا من 2003 2004 2005 إلى غاية 2007 تقعدوا طبقوا فيهم كوطة وتقعدوا بالتاسع خرجوا اللوائح ديالهم وجمدوهم وخفوهم وخلهم تقعدين في السلم التاسع إذن هادو اللي كانوا بقين مزاولين لمدازة الألفين وعشرة لدازل العاشر إذا كانوا بقين مزاولين لمدازة الألفين وعشرة يعني في 2007 خلصوا يدوز يدوز للعاشر أو لمدازة الألفين وعشرة لدازل العاشر يتقعد في 2016 يقول لي مقصي يقول لي ربق خلصك نهار خلصك سنة واللي سارق الطرقية ومدازة التاسع تل ألفين وعشرة يقول لي ديز معه مع واحد اللي سابقه بسبعات سنين في 2010 ويتقعد هووية في 2016 اللي مدازة التاسع تل ألفين وعشرة يقول لي مرقيا للأحداش واللي ديز التاسع في 2007 ومقيد باش يدوز للعاشر في 2003 يعني سابقه بسبعات سنين يقول لي مقصي بحجة أنه راباقي خلصه سنة باش يكمل سرط النظام دي عشر سنوات في حين أنهو بعد ما تمنحو ثلاث سنوات اعتبارية أقول لي في 2014 الأقل في 2014 راباستوفي وهو وراء مدقية حتى الـ 2016 عنده 12 سنة هذا هو التكالوب هذا هو الحيال والتحرميات اللي كانوا تيديره باش يقصوا الناس كما عندناه واحد الملاحظة على هذيك المنح ديه 3 سنين بالنسبة للسن لم تانين هذو اللي ضيعين أعطوهم غير 3 سنين اللي مراقع مرة واحدة واللي جوج أعطوه غير 3 سنين واللي مراقع ربعات المرات وزادو الخمسة أعطوها 4 سنين هذو اللي مراقع هذو اللي مراقع هذو كيفش تيديروا ما قد ندروش هذو اللي عنده البكالوريا تتعطاها 3 سنين واللي داخل المدرير تتعطاها 4 سنين وديز ربعات المرات وتتعطاها 4 سنين واللي ديز غجج مرات وعنده البكالوريا تتعطاها 3 سنين هذو اللي مراقع هذو اللي يجيبون هذو اللي عادلة ديالهم لهذو المساوات هذو هذو تيراهات ديالهم يالله قلنا بأن 93 94 95 الآن في النظام الأساسي الجديد هم اللي عندهم الأصباقية هم اللي غيستيبدون من الشرط 15 على 6 ولكن دائما هات الكوطة ديال 36 في المائة 36 في المائة فهو ما هذو هذو أفواج ديال 94 95 خريج السلم 9 95 تلقى أفواج 2000 ودائكم هم اللي هتطاهم أسباقية على هذو اللي يالله تعينوا بالسلم العاشر هذيثين هذو هذو اللي السلم العاشر في القدام وفي جديد تاو قدام وما اللي غادي دركيا بحلاء السلم العاشر في طور الانقراض من أجليهم يا الله تبارك الله عليكم نشوفكم من بعد ترجمة نانسي قنقر